ومثل ما سبق وعدنا يكون ضيفنا فنان فينا نقول أنه هو ربي بهالأجواء وتغزى بالفن وعمل يتطور معه هيدا الأهم مارك حاتم يلي لما اشتغل يعني أول اطلالات كانت لقلو تابعو اللبنانيين بحماس كان يمكن من آخر المشاركين اللبنانيين بـ The Voice فرنسا ويلي تحمسنا كتير وتابعنا ويلي كلهم فينا نقول من دون استثناء رفعوا لنا رأسنا كنا فخورين بمشاركتون وكنا مرهنين عليهم ورجع للبناني وتابع من مطرح ما وصل لقلو بفرنسا سلاحه الموهبي الصوت الحلو والشكل الجميل وقدم هالفن اللي هو بيبرع فيه وشارك بأكتر من برامج تلفزيونية رح يخبرنا عنه بالأول لازم إليك موجور موجور مارك هاي بدي بلش من يورك لا لا أنا أبوعة للجاج يا ذا ليل بيغنوا أجنب بنحصوا بناموا بالنهار وبيعوا بالليل لا ليك كنت هيك كنت هيك بس بعدين بترجع بيغنوا عربي نفس الشيء كمان بس لا لما تفتح بزنس لقلق تفرق الخبري غير بتصير بدكتوع بالليل وبنهار وعطول وقت النوم بيصير كتير أنا بدي بلش من مطرح ما خلص كان أندري أنه والشكل الحلو برأيك مارك قديش الشكل بهالأيام تحديدا أساسي ولا شوي ليش ولا شوي إذا بتشوفي هلأ كل الأرترس اللي عم بيطلعوا عالميا هلأ عم بيصيروا مشهورين يسبقوا كل الأرترس اللي قطعين قبلهم بالمبيعات بقدة العالم عم تحبلهم أغنيهم كلهم عم بيركزوا أنه شكلهم آخر همهم وكلهم عن جد مش أنه مش حلوين بشعين بشعين بس العالم ما بقى عم تركز على هذا الشكل بس بعد بالدول العربية أنا بنسبة لإليه أنه الشكل بعده لا يا خي اللي بينطبق عالميا عن نجوم العالميين ما بينطبق محليا لا لا أبدا وعربيا أبدا لأنه هون الفكرة أنه إذا شكلك حلو خلص ستنجح بس لا خلص شكلك شو عم بتقدم للعالم عم تقدمهم شكلك فيهم يفتحوا جوجل يشوفوا مليون شخص أحنا منك أقدمهم شي سباشل ما عم بيقدر بيعملوا غير عالم ما بيهمون شكلك بس هو خلينا نعترف أنه فيه كاريسما كمان الكاريسما أكيد ما الكاريس ما بتجي من وراء الشكل كاريس بتجي من وراء الكاراكتر الكاراكتر فيه يكون على حياة لشخص قدرت بالفن اللي بتقدمه كمان تحجز لإلك ما كان مهمي يعني عندك صار جمهور كبير باللبنان توجه عادة للعربي أكتر من الأجنبي فكرت بينك وبين نفتك شي نهار أنه يا ريت بغني عربي بقلب للأجنبي ولا لا أنا يحفظوني هيك مش أسيتي يحفظوني مش أسيتي يحفظوني هيك إذا بدك تمشي أنت مع الموجة وهيدا الموجة يعني ما بتشبهك بالمرة أثبت تجرب ما تمشي معها لأنه في غيرك مشين فيها للموجة وكتير قوية يعني أنا إذا بدي فوت بالعربي هلأ أنا مني واسع من نفسي أنه بقدر أنجح بالعربي لأنه لأنه كل شي بسمعه كل شي بقدر عبر فيه بعبر بالإنجليزة أكتر يما فرنساوي يما anything يعني أنا بدي فوت على منطقة أنا مني مرتاح فيها مع أنه ما عندي مشكلة أغني بالعربي ما تفكر أنه أنا حاطي كلميت لحالي لا بغني بالعربي شعوري بعرف عبر أكتر بالإنجليزة سهل عندك تعبير صح يعني إذا بدي أكتب أنا كلمات إذا أنا بدي لحن لأغنية بقدر لحن تفكر بالطريقة الأجنبية أكتر مما بفكر بالطريقة أنه بلاقي فيه دربكة بالغنية أبدا ولا مرة بقدر أسمعه ما ممكن تحضر بكة بغنيتك لا بغنيت العربي بقلت لك بدي البكة لا لا على كل حال هلأ تطلع بذيش حلو بركة الآلات الموسيقية هلأ عم بيصير فيه دمج فيه موسيقى مزبوط فيه دمج بالتوزيع هلأ اللي عم بيصير أنه العربي عم بفوته أجنبي أكتر من أنه الأجنبي عم بفوت عربي مزبوط بتكتبه بتلحن وبتغني سهل لألك تقدم لحالك أفكارك مكتوبة وملحنة ومغنية أهوى من أنه تاخده من حدا تاني يعني وين اللي أسهل لألك مش قصية أسهل ولا لأ لما أكتب ولحن بحس حالة كبيت مشاعر وخلص صاروا على ورقة صار فيه فرجين للكل ما عندك بقى تخبر عن حياتك حياتك صارت مكتوبة على ورقة وهيدا الشعور مثل كأنه ما بعرف أعتبر في عندك سكينة شكينك إيها بكتفك وقدرت تشيله وتحطه على الطاولة يعني هو علاج نفسي هاي مزبوط مزبوط لأن بيطلع الواحد كل المشاكل عم بتطلع وتكتبيهم يعني ما بقى رح يديعوا يعني رح تتعلم من وراهم يعني رح تحفظيهم يعني غيرك رح يتعلموا من مشاكلك بس أنت عايم يمكن هلأ بوضع كتبت هالكلمات غنيتها الغنية وعشتها أنت وعم بتأديها وبعدين الإنسان بيتطور وبيتغير وبتصير نظرته للإشياء مختلفة مزبوط ترجع فيك ترجع تغني غنية اللي كتبتها مبارح بإحساس الأمس أنت هلأ إذا سمعت غنية كانت من زمان تعنيليك لما ترجع تسمعيها مش رح ترجع ذكرتك لورا مزبوط تسترجع الذكرية هذا جوابك أه كمان بأداءة أكيد تسترجع نفس الشي أكيد بريك أنت لما تغني غنية وتعنيليك بتكون عم تعنيليك مش هلأ ضروري عم تعنيليك بشي قطع فيك قطع فيه بحياتيك وحبيت ترجع تتذكري لهيك عنيتليك يعني اللي عم تكتبوا أن هن قصص مرأة وبحياتك قصص شخصية قصص شخصية قصص سمعتهم من رفقاتي قصص عشتم مع رفقاتي قصص دهرت منهم قصص بعدنا عم عيشهم أدي سهل توصل أفكارك أدي سهل تكون هلأ اسمك صار ما شاء الله منتشر وموجود أو دايما بالإيفنتات بنشوفك بالبرامج بتشارك يعني موجود بس تعبت تتواجد ولا إذا بدك بدي أجع شوية للأول The Voice فتح لك الباب بس أنت اللي كملته تخطينا هذيك المرحلة أكيد The Voice تخطيناها من زمان وهو بدك ضروري يكون في عندك يا شخص كتير كبير يا بلاتفورم كتير كبيرة تقدر تعرف العالم عنك فيك تكون أنت أحسن تالنت بالعالم بس ما أجدك الفرصة أنت بتغني من عمر الخمستعاش أنا بغني من عمر الخمستعاش لما اكتشفت صوتتي لأنه قبل الخمستعاش كان بعد مقلب كان صوت تعيس بتغير لكل العالم اللي بعد ما عندهم صوت حلو ما يفقدوا الأمل ينطروا لتير عمر الخمستعاش انطروا لبعض الخمستعاش وقلعوا بيتغير صوت الشب تحديدا بيتغير دائما كمانة البنت بس مش قد نسبة التبدلات اللي بتطرق على أصوات الشباب يعني مشوف شباب كتير بعمر عشرة صغار يعني أو 11 صوته كتير حلو بعدين ما بعد فيك تسمعه هاي دي أنا فكرة أنه واحد صوته مش حلو صوته حلو أنا بالنسبة لإلي it's all fixable يعني هاي دي خصوصة عنديها بالسكول music school هلأ بنحكي عنه أنا بالنسبة لإلي اللي عنده ديني موسيقية كيف أنا بقدر قليت الصوت البشع اللي هاي كمانة اللي هو ما بيقدر يعمل الصوت الحلو تعرف شو عملت فيه هلأ يعني كل إنسان عطاني أمل هلأ كل إنسان إذا عنده كنترول على جسمه من جوة إذا عتمه من جوة أنا بالنسبة لإلي بيقدر يشير عملي صوت حلو أنا فكر روح تسجل عندك هلأ وسهلأ طب خبرنا عن موسيقل العم بتوعيك بكير ومش عم بتنايمك بالليل سحب أكل جديد نعم الموسيق فاكتري هي موسيق سكول هي مش كونسيروتوار هي ديفرنت عن كل السكول اللي أورادي موجودة بلبنان وبرات لبنان حبيت إجمع فيها the new way of teaching يلي هو based إنت إذا بدك تروح على سكول شو الهدف تبعو لك مش تكون ستار إذا إنت بدك تتعلم شي خاصه بالميوزيك مش هدفك تشوف حالك على ستيج عم تلعبوا هيدا الشي هيدا الفكرة مش موجودة وين ما كان لأنه بالنسبة لقلون بتروح إنت بتتعلم موسيقى كرميل ترد يا أهلك يا ترد نفسك بس الموسيقى منا لقلك إنت إذا بدك تسمع موسيقى فيك فيك ما تغني فيك ما تعمل شي فيك تسمع براسك الموسيقى للعانم صوتك للعانم شكلك للعانم so العانم بدون يشوفوك when you're on stage يعني كيف بتقدم حالك exactly so كل كل الصفوف بتصير based على أنه أنا عندي goal هيدا الشغلة اللي عم بيشتغل عليها إقدر أقدمها للعانم إقدر أعملها performance تا واحد يقدر يعمل performance ما بده بس يكون عنده تالنت تكنيك ما بده بس تكنيك بده يقدر يعرف body language شو بيعني كيف يتعطى مع الجمهور كيف يتعطى مع الفرقة تبعولته مش متل ما بيعمل الفناني لبناني الفرقة دايما بتكون بعيدة عنهم عشرين متر وملابسينهم كلهم أسرد نحن دبي عفاك عندك أربعين واحد part of the show مش مزبوطة هني كأنه جزء من الدكار بتشوف البندات كلهم برا الفرقة مع السينجر they have a part كبير كتير من الشو إذا السينجر طلع لحاله ببين ببين ماشي أكل حال بيعطو حيات بيعطو كتير حيات إذا عرفت بيزكت هيدا الشي اللي منشتغل كتير عليه منشتغل على السيئة بالنفس اللي هي أكبر المشكلة لما واحد يطلع بيكون بخاف كتير وكتر خير الله العالم عم بتآمن بهذا المسجر حتى الآن it's the biggest it's the fastest growing school in Lebanon as a music school مش بس منعلم موسيقى وقليت غنى وقليت منعلم حتى الرأس تا يقدر الواحد يكتشف جسمه أنا هلأ زعتيتك تليفون وما عرفت كيف تستعمليه وما قلتلك شوفيه options رح تستعمليه كتليفون بتبعتي مسجر جسمي في ناس بعدهم هلأ بيستعملوا مزبوط جسمي كوة تليفون اللي بعد ما أحدا نفسر لك عليك بتستعمليه تتعلم وتسيطر عليه ويكون هوني بتكتشفي البرفورمانس بعد ما فتت على Dancing with the Stars حسيت فرق البرفورمانس عبولتي على stage huge لأنه جسمي ملكت فرط خلاص صرت أعرف كل حركة كيف دع أعملها كل حركة ما أستحفيها هوني بعدهم مثلا التلميذ بالأول أول ما يفوتوا تقليلون تعمليلون أنت حركة يعملوها معي بيقلولي يه أكيد لا عاب ما بعمل هيك عاب والشاب يرقص ومدري شو الشاب يرقص يعني أكبر رجال إذا الشاب عم بيرقص لأنه عنده control عنده ثقة بنفسه أنه هو رجال سو بدأ العالم تتفهم إجزاكلي ليه بد يكون بس عندي control على صوتك العالم ما عم تسمع لك صوتك بس العالم بدا تسوف وعن بتسوف أكتر ما بدأ تسمع لك صوتك تسمع على الراديو هلأ المطلوب التكامل قدر الإمكان وفي كتير كتير منافسات يعني برأيك إذا فينا نقول المعهد أو المدرسية اللي أنت أسستها لح تزيد منفرص تلميذة أنه هنين يبرزوا نحنا الأساس تبعنا هو الكونسورت يعني نحنا تقريبا كل شهر عنا تو يعني ما وان تو تو كونسورت برمونس لنا فاتحين تسعة الشهور صرنا عمين تسعة كونسورت مع طلاب هيد المدرسة مع طلاب أي دايما لما أنا كون عندي كونسورت بجري بفوت معي لسكول كرميل ياخدوا بيرجعوا بعدين بيحضروا كيف لازم تصير لما يحضروني بيشوفوا كيف لازم لوين لازم أي لفل نوصل بالبرفورمانس ما بعتبر حالي أنا شخص وصلت بالبرفورمانس بعني كل يوم بتعلم وبتعلم من الأتلميز أكتر شي يعني قديش أنا قصص تعلمته من عالم بروفاشنالز وبتحضر فيديوز تاق 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 لما يجي التلميز تشوفي مشاكله بتتعلم من مشاكله بتهرب من مشاكله لأنه أنت بركي مشاكله بعد ما وقعت فيك بس احطوق عشي نهار بتحليله مشاكله بتحلي مشاكله بس هو عطول في انتراكسيون إذا فينا نقول يعني أنت عبتعطيون بس عم تاخد منون كمان أكيد أنا بتعلم وهم يتعلمون بتفاعل بتاخد منون طاقة كمان صح شو هي الصوف الموجودة نحنا منعلم سينجينج منعلم درامز غيتار إلكتريك غيتار كلاسيك بيانو ساكسوفان رأس سلسة باتشاطة هيب هوب عربي بيانو أكتنج كل شي خاصه كيف واحد بده يعبر عن نفسه بالشي اللي عطيه الله منعلمه في جنباز جنباز بكتروحي ساميرا تعني جنباز من الأسادز في أسادز أصحاب خبورات طبعا موجودين في كتير أسادز عنا تقريبا شي 14-15 أستاذ كل واحد مسؤول عن خبرية وأنا أخذ صف واحد اللي هو وعندي فرح مكسيموم لما أعطي الصف بحس أن أعطي من الإكسپيريينس سابعولتي وهذا الشي اللي كتير عانى ما بحبوا يعملوه يعني خصوصا بالبزنس أنت إذا راحت فتحت شركة بدك تروح تسأل رفيقك عن الشركة كيف ساعدني ما بيعطيك سره بس ليش ما بيعطيك سره ليش بالعكس هاي سيئة بالنفس هاي سيئة أكيد إنت ضلك تطور والزنم اللي هلقدي عم بيتطور إنت إذا وقفت تطور هو ضله يتطور رح يقطعك بس إنت إذا منك مكتفي باللي عندك رح تضلكم ماشيين على نفس الدرج وهذا الشي اللي أكتريت اللبنانية بدلوا أنه إيه أنا وصلت بحقيقة ما رح أوصل لأنه أول ما أوصل للشي اللي أنا وصلت له فيه شي بعض أعلى منه وفيه واحد أحسن مني فيه واحد عم بيشتغل أكتر مني لازم تضلي مفكر أنه هاي ما توقف اليوم ما أمت ما قالك جالي تشتغل هيداك إيه ميشتغل سبعة تعمل سبعة بشوي مارك في كتير من الأصدقاء المستمعين رقم بيخلصنين ستة واحد بوجه لك تحية باسكال شلوب مارك منفتخر بموهبة متلك يمكن المكتو أنا بعيد عنه أوكي زبطني بيلال دبيبو من باريز بيلال بيقلك طيب وإذا جسمنا مش ملكنا ملكنا صاحة والأكل وين الحل ما بياني شي إذا بتشوفه عندكم ديئتاتي سيان بعد نائز بعد نفوتنا لأ بس أفسليك شغلي إذا بتحضر الفيديوز على اليوتيوب من إن العالم اللي عم ترؤوس لو كرشك من هون على جونية ما بياني شي ما بياني شي وبتشوف العالم اللي بيسكسيد بحياتهم هن متقابلين بنفسهم أنا ناصخ أنا بحب الأكل عتبري أنا ناصح متقبل بنفسي بدك تتقبل حالك مثل ما العالم اللي بتسمع صوتهم مثلا بتكون لأ صوتي مزعج إذا بعطوا فويس نوت عالتليفون بيسيروا لأ ما بدي أسمعها هون التلميز بدون يفهموا إنه لا هيدا صوتي أنا إذا عم بحكي معي ما بتقولي صوتك مزعج بس أما إسمع صوتي بقول صوتي مزعج إيه أول مرة الإنسان بيسمع صوته ما بيقدر يسمع لهيك نحن عنا بسكول كل الصفوفه مصورة بيقدر التلميز ياخد صفه يحضره بيتعود على صوته بيتعود على شكله هو عم بيغني هون دائما الشخص رأيه بحاله أضعف بكتير من رأي العالم فيه لهيك لازم تفهم شو العالم عم بيشوفه فيك شو العالم عم بيسمع منك مش شو أنت عم تشوف بحالك بس أنت قلت مارك إنه دائما الإنسان رأيه بحاله أضعف من الآخرين لسوء الحزوات بيكون أقوى بكتير من رأي الأخرين هيدا مرض بسير هيدا مرض هم ما فيه ما بتفيده بس عم نحكي الشخص يلي مش سامع بشي اسمه إيغو بكون إنسان العادي بيكون إيه مش كل الوقت برافو 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 بالآخر بسير إيغو كبير نا نا هيدا 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 ليش طبعا إذا القاعدة الجماهيرية هي قاعدتكن وهودي الفان طبعا وناهودي جمهور garde ليش هيدا شيات clips عن Puliyff ليش دعوة الواحد بتخصرewون كتر بتخصرون حلو الواحد بتشوف برا بكون معا عم بادي دقارد هيدا وايش عادي بشتري مكدونالد بيعمل كل شي حياته عادة هون انت بتشوفش مرة سوبرستار ما بعرف شي كتير كبير ستار بلبنان بيروح على مول ابدو روح بيتخفى ما بعرف لأ بيتخفى ليه بالعالم تنبصت تشوفك حلو تعمل حالك انريتشبل بس معيش حياتك ما تحش حالك انك مضغوط مش معزول عن الناس النجومية بتخسر او بتربح فائزا بتخسر الحياة الطبيعية اللي الواحد بحب يعيشها وبتربح بتربح فكرة انه انت رول ماضل لحدا تاني يعني انت عم بيطلع فيك العالم حابين يصيروا مثلك هيدا اكتر شغلة انا مثلا بحب ليش بحب انه يكون مشهور من وراها لانه بحب كون متل كتير غيري وخشوصا انه انا عايش حياة كتير هالثي ولا بشرة ولا بدخن مش هدول ما بصر اخبار هدول كل لون سو بحب العالم اللي حابين يفوتوا بهيدا المجال بتعرف هيدا المجال فيه كتير وصف في كتير اخبار وفي كتير ايه زبرتا سو بحب انه لا اكون انا المثال انه الانضيف طبعوله لهيدا المجال هيدا شخص نجح بس ما فات بكل هالاخبار قلت لنا مارك انه كل شهر عندكم حفلة او حفلتان نعم شو عندك حفلت هلا مش لقلي أنا عندي كتير أنا عندي كل جمع لا لا أنه ك يعني دايما في دايما كما قلتلك بالصف نكون عم نحضر نحنا للكونسرت ما في شي أنه عم ندرس تندرس هيده الدرس للدرس ما بفيد دايما التلميذ عنده السترس أنه أنا عندي أطلع وعن بيطلع وعن بيطلع وعن بيطلع قدام ألف وآلفين وثلاث تاليف شخص يعملوا وهيده الشي ما بيتقدم ما بيتسمن حتى لحدا يعني تقدر تبلش تطلع قدام ألفين وثلاث تاليف شخص بدك يكون عندك وصارو العالم وسئين منك أنه رح تقدري تجيب هالعدد وأنا عم بقدمهم ليش لأنه عم بفوتوا معي يعني وين أنا عندي كونسرت هن بيكونوا كمانا موجودين عم بيأخذوا إكسبرينس ما كانوا أخذوها بعد عشر خمسة عشر سنة ها إذا حظوا حلو وأنا I want to share my experience ودائما لما بيكون شيء كولكتيف أو جماعي بيخف السترس بيتقصم السترس على العدد الموجودين وغير هيك اللي أنا عم بلاحظه أنه مورا الكونسرت الستودنت اللي عنا صاروا عائلة لتر اللي عائلة يعني يعني أنا بعرف أنه بشوفهم بالمدرسة بيجوا بيتدربوا سوا بس بعدين بيكتشف أنه أنصاروا بيس فرينس صاروا كل يوم صوا صاروا بيجاروا صوا عندهم الجروبيات على واتساب هيدا شيء بمبسط مكسيوم أنه قدرت تخلق اللينك المحبة رابط بيناتهم الرفقة بين عالم ما بيعرفوا بعضهم دايما لما منمضي أوقات حلوة مع الأوقات الحلوة بتجمع بتجمع كتير بتخلق رابط حلوة بتخلق مماريز المماريز هني اللي بتتذكري ذكريات حلوة ما قلتلنا هلأ شو في حفلة هلأ في عنا under 26 حفلة عنا هلأ ليكي لحنا الحفلات بالسكول كل يوم لأنه في عنا ستيج بالمدرسة بادركم بيسارك عنه نوان بيغنوا وهلأ 2000 و 3000 شخص اللي بيجوا منني يعني إذا عالم جين يحضروني لإلي وبيكون في قبل دغري الكونسرت طبعا الميزيك فاكتري so they get they get both تعملون عندك بالسكول لا الكونسرت مش عندك بالسكول الكونسرت بره لا لا ببليك بستة وعشرين متلا معمول بيستة وعشرين متلا لا يعني بالأيوبي بسوق بيروت بالمدارس كتير عمين صاروا بالستة وعشرين عندكم بالستة وعشرين عندنا بالمدينة بالمدينة هوتيل لمدينة رح يكون فيه مش بس أنا رح يكون فيه كمانا ميشيل أزي ورح يكون فيه عندنا كذا شخص كذا شخص كمانا تانين عم بيكونوا بالكونسرت شيء مميز يعني شيء كتير حلو رح يكون كامبينج وهاكك حميس الكلي طب انت لما بتحضر النجوم كبار وبتعرف انت بتلاحظ أو انو فنانين مش ضروري كتير كبار ولكن انطلقوا بتحس انو يا الله بده شوي هيك شوي على المسرح شد شدي بيجي لعندك حدا عنده تجربة قبل بس حابب يحسن أداءه يحسن صورته شفت فاصلة واحد بالمية بيجي واحد بس معروفين مشهورين واحد واحد بالمية كل الباق مكتفى لا سوق الحظ يعني لا سوق الحظ يعني ما بعرف هدا شي كيف معقولين حال بس مرحين حال يعني أنا بعدني بياخد صوف يعني دايما بتصوفي لأنه المبيه يتقدم بيكون خلاص أكيد خلاص وقفت هون طيب وبعدين كيف راح تتطور قالت إنو عم تفتح بواب وعم تعمل وحكينا شوي عن الإيغو تبع الفنانين وحكينا شوي الفنان إداء لازم يكون صوشو بالو مع الناس برأيك إداء لازم الفنان من خلال وأنت كمان قلت لنا بشوار تقدم أغاني من تجاربك الخاصة إداء برأيك الفنان لازم يقدم أغاني اجتماعي يصير قضايا اجتماعية ده القضية بالغنية بتصير ملك الناس ولا لا مش ضروري يقدم أغاني اجتماعية وقضايا وطنية أو حياتية أو شو ما كأوتها فنان ليك فيه يقدم أضايا بس ما بيكون عم بخبر عن حياته وإنت أرتست العالم بدون يتعرفه على حياتك نعم حلو تكون أنت أكيدة عم بتساعد أضايا بس مش ضروري تكون عم بتساعدهم الأغاني فيك تساعدهم بمليون شغلة تانية فيه يقدم غنية بألبامه حلوي مش غلط بس أنه أنت as an artist لأنا بدأتعرف أنت شو عايش بحياتك ولسوء لحظ أكتريت الفنانين بيخبوا أو بيقذبوا بيأخذوا أغاني ما خصة بحياتهم بيجرب هو يعيش لفنانية مش يغني حياته شو ما بتخبرني أنه صوتك حلو بعرف صوتك حلو خبرني عن حياتك هذا اللي بدي أعرفه أنا مارك في كتير على الواتس أب ماري روز بياتي فويس خلينا نسمع صباح الخير يا فيكم العافية بس بدي أسأله لديك من أي أعمار بيبلش يروحه ويتعلم عنده في عنده أولاد في عنده صغار وإذا صغار من أي أعمار حلو سؤاله ماري روز نحن عنا أعمار من الأربعة للخمسة وستين من الأربعة السنين بيقدر حسب قديش شطارته للتلميذ يتعلم حتى الدرامز في عنا أولاد الله عطيهم نعمة بيقدروا يبلشوا يلعبوا الدرامز على أربعة سنين يعني ما بيصل لعلوتة ولا هون تخيل قديش والحلو بالطريقة اللي بنعلم فيها إنه لحد شخص لو هو كبير كتير بالعمر تعرفه بالمدرسة بعلموك فزيكااتب نعلم المعهد المخرج حيص وعنده نسمع غنية نسمع غنية